حديث أن المرأة خلقت من ضلع أعوج أيضاً الفهم السليم لهذا الأمر لأنه أيضاً يستخدم كنوع من الذنب للمرأة أيضاً نعرف بس هذا الجزء من الحديث يا أخ مجاهد ماذا قال قبل؟ استرصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقنا من ضلع أعوج خلقت من آدم خلقنا من آدم ما أغير ما قاله ربي ضلع الصدر هي مقوسة لماذا؟ لأن تحمي يجب أن تكون مقوسة لتحمي ما في داخلها والداخل القلب والرئة أهم شيئين في الجسم المرأة خلقت مختلفة المرأة عاطفية إذا ذهبت تقومها كسرتها استرصوا بالنساء خيراً لا تذهب تقومها وتكلمها وتقولها أنت كده ناقصات عقل ودي كسرتها كسرتها المرأة عندما تكسر وتكسر بشيء باستمرارية جداً صعوب أن تعود معنى الحديث أنهن رقيقات أنهن يكسرن بسهولة ليس عوجاء وإنك لعلى خلق العظيم لم يتكلم عن المشركين لم يتكلم عن الذين حاربوا بأي كلام يتكلم عن المرأة خلق الله وإنهان رقيقات